النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا منتخب مصر ان شاء الله في مواجهة كده قوية ضد منتخب موريتانيا اللي بتستضيفها دولة المغرب الشقيقة المباراة دي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 اللي حتقام ان شاء الله في دولة المغرب منتخبنا الوطني عنده دوافع كبيرة جدا لتحقيق الفوز ان شاء الله بعد ما شفنا كده أداء مميز في الجولتين السابقتين حصل فيهم على العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط حيانا المباراة هتكون تنفسية جدا يا محمد والنهاردة معاد المباراة ساعة 7 مساء ان شاء الله ويعني كلنا الحقيقة نبقى قاعدين مفضلين نفسنا في الوقت ده الجماهير كلها متحمسة جدا لدعم الفرانة في هذه المواجهة بالنسبة بقى كمان لموقف منتخب موريتانيا هيهم كمان محتاجين نقط عشان يعززوا فرصتهم في التصفيات وبالتالي زي ما كنت بقول لك يا محمد في البيضاء المباراة هتكون تنفسية جدا وهيكون أجواءها كده مش سهلة لأنه يعني فيه ناس بتبقى عندها اعتقاد أنه منتخب موريتانيا من المنتخبات اللي ممكن تكون ضعيفة شوية لكن بالعكس هو من المنتخبات المحترمة جدا وعنده سكواد جايد جدا وبيقدم كمان كرة كويسة يا محمد فهنا جمانا الكرة الأفريقية الفترة اللي فاتت بتقدم لنا مفاجآت يعني فيه فرق بتبقى يبدو أنها كده فرق ضعيفة لكنها يعني بتنافس بقوة وبتقدم أداء كمان قوي جدا مش بس موريتانيا فيه فرق كتيرة جدا شفنا أداءها الفترة اللي فاتت طيب نروح بقى للتشكيلة المتوقعة النهاردة ممكن يعني كده نفكر ونتخيل ملامحها مع حضراتكم عشان كابتن حسام حسن المدير الفاني المنتخب تقريبا بيثبت التشكيل اللي فيه حالات الإصابات أو الغيابات لظروف معينة عموما التشكيلة مش هتخرج عن نفس التشكيلة اللي لعب بيها في المباريات اللي فاتت طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح محمود ريزيجي مع وجود تغييرات بسيطة في الفريق بسبب غياب نبيل عماد دونجا للإصابة هنتابع طبعا مع حضراتكم تفاصيل المباراة الأجواء الحماسية الخاصة بيها الملعب اللي إن شاء الله سيكون مليان مشجعين متحمسين ومعنا فقرة خاصة نهاردة إن شاء الله في صباح الخير يا مصر لتحليل والكلام والحديث عن مباراة مصر وموريتانية في المغرب إن شاء الله مباراة النهاردة مش بس مجرد مباراة تصفيات لكن كمان فرصة لمنتخبنا الوطني عشان يثبت قوته ويعزز مكانته في الساحة الأفريقية الفرعنا عاوزين يؤكدوا فرصهم في التأهل والحقيقة إنه أي لحظة في المباراة دي هي ممكن تكون لحظة حاسمة فالجميع مستني إن يشوف بقى إبداعات نجوب المنتخب يشوف أداء جيد جدا 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 في الملعب وفي نفس الوقت لازم اللاعبين طول الوقت يكونوا حارسين هم يقدموا أفضل أداء عندهم أفضل مع عندهم عشان بيشرفوا كمان مصر ويرفعوا الحقيقة يعني كده رصنا وإحنا يعني أملنا كبيرة جدا في منتخبنا الوطني إن شاء الله ودعوتنا وقلبنا يعني مع منتخبنا الوطني مرة تانية بنسبح على حضرتكم صباح الخير والسعادة وصباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة